اهلا بكم مشاهدين في كل مكان اليكم نشرة الاخبار عبر منصات سودانيا 24 اعلن قائد متقدم سنار اللواء الركن عبد المنعم عبد الباصط عن سيطرتهم على 90% من مساحة ولاية سنار بعد انفتاح القوات في معظم المحليات واستعادة حاضرة الولاية مدينة سينيا واشار في تصريحات للعربية ان الجيش عازم على تطهير كافة ارجاء الولاية من الدعم السريع خلال الايام المقبلة وان استعادة مدن سينجا والدندير والسوكي وابو حجار وادلنيل مقدمة لبشريات على الطريق حسب قوله وكال ان هذه الحرب ستنتهي قريبا بانتصار القوات المسلحة ولكننا لن نضع السلاح لان المؤامرة كبيرة ولن تتوقف وستظل القوات المسلحة قابضة على الزناد لتؤمن البلاد وتعيد السودان كما كان وافضل مما كان رحبت حكومة السودان بخروج كل الاعلاميين ومراسل القنوات الفضائية الاجنبية من مناطق انتشار مليشيا الدعم السريع المتمردة الى مناطق المناطق المحمية من القوات المسلحة السودانية وكال وزير الاعلام خالد العاسر ان مليشيا الدعم السريع المتمردة مارست سنوكا بربريا تجاه السلطة الرابعة واذلت وهددت منتسبيها من الصحفيين والصحفيات الذين غطوا الاحداث من مواقع عملهم على اسس وقيم صحفية مبدئية واكد ان الحكومة السودانية ملتزمة بحماية الصحفيين وتوفير المعينات اللازمة لهم وكال نؤكد ان الصحفيين الذين اختاروا القدوم الى مناطق وجود القوات المسلحة السودانية ومغادرة مناطق التمرد والمليشيات والعصابات قد اتخذوا قرارا صائبا وهو ما يحكس قناعتهم بان القوات المسلحة السودانية تعمل على ضمان سلامتهم وتوفير البيئة المناسبة والمطلوبة لاداء عملهم بحرية ويسر اعلن بنك السودان المركزي عن بدء المرحلة الاولى لاستبدال العملة الجديدة والتي تبدأ بفتح الحسابات المصرفية للافراد الذين ليس لديهم حسابات بالمصارف اقال ان استبدال العملة سيكون مختلفا عن التجارب السابقة حيث يتطلب استبدال الاموال امتلاك المواطن لحساب مصرفي اما الذي لا يمتلك حسابا مصرفيا فانه يتوجب عليه التوجه لاي مصرف من المصارف العاملة بالسودان لاكمال اجراءات الحساب ومن ثم ادعي امواله النقدية من جانبه وجه البنك المركزي كافة المصارف العاملة بالبلاد بتسهيل اجراءات فتح الحسابات لتيسير عملية الاستبدال كما طالب الجمهورة بالتعاون مع المصارف من خلال الاستجابة لمتطلبات فتح الحساب وجهت سفيرة السودان بالمانيا الهام شانتير انتقادات الى كلة المشاركة الاوروبية والاسهام في حل مشكلة الحرب في السودان اقدمت السفيرة صورة كئيبة للوضع وكيف ان القوات المسلحة السودانية ظلت تقاتل لاكثر من عام ونصف العام في متمردي مليشيا الدعم السريع اقالت ان وزارة الخارجية والتنمية الاوروبية بمن فيهم المسؤول الالماني سافروا الى دول الجوار المباشر ولكن لم يسافروا الى السودان وانتقدت ايضا الدول التي تقدم الاسلحة والمساعدات المالية للمتمردين وفقا للتكارير فان هذا يؤثر على الدول المجاورة مثل ليبيا وشاد ولكن بشكل خاص على الامارات العربية المتحدة وجميعها يقال انها تقف الى جانب المتمردين طلب وفد مشايخ الطرق الصوفية الذي التقى المبعوث الامريكية توم بيريلو في القاهرة بدعوة منه في اجتماعين منفصلين ايصال جملة من الحقائق للادارة الامريكية وكان الوفد في بيان ان ما يحدث في السودان هو عضوان مدعوم دوليا من دول معروفة هي التي تزود الدعم السريع بالسلاح والمرتزقة واذا كانت الولايات المتحدة جادة في المساعدة فان اقصر طرق ايقاف الحرب ان تستخدم نفوذها بالضغط على هذه الدول لوقف عدوانها وتعاونها الذي تسبب في القتل والتشريد والاغتصاب للنساء ونهب اموال المواطنين واكد البيان ان ما يتعرض له شعب السودان من مجازر وانتهاكات جسيمة وتعد على اعراضه وامواله وتهجيره قسرا وجد تجاهلا مؤلما من المجتمع الدولي الامر الذي يعتبره السودانيون ظلما وتواطئا وتحيزا ضدهم وشدد اهل التصوف بانهم كقادة مجتمع يعبرون عنه يرون القوات المسلحة السودانية هي مؤسسة الدولة التي يلتف حولها اهل السودان وتعبر عن تطلعاتهم لعودة الاستقرار وحماية البلاد وتمثل شرعية الدولة السودانية افادت المديرة الاقليمية لشبكة نساء القرن الافريقي صيحة هال الكارب بان 90% من انتهاكات العنف الجنسي المتصل بالصراع اغتصاب جماعي اقالت ان السودان اصبح بلاد العنف الجنسي في افريقيا بعد ان استشرى العنف من دارفور وكردفان الى جميع البلاد وصفة الامر بانه اصبح مشكلة المجتمع السوداني بكل فئاته ولا يمكن التصدي له دون الاعتراف به واوضحت هال الكارب بان الاعتراف يتضمن ادراجه في الخطاب السياسي وتغيير طريقة التعامل مع العنف الجنسي بما في ذلك رفع القيود على مساحات تقديم الخدمات والوصول الى خدمات الاجهاض بسرعة داعية الى ضرورة وصول الضحايا الى العدالة بما يشمل الاعتراف بالألم الذي حدث للنساء حيث انه عندما تتعرض فتاة او امرأة لجرائم بشعة وتواجه بنقران فذلك يفاكم الصدمة نهاية نشرة الاخبار قدمناها لكم عبر منصات سوداني 24 تحياتي وفريق العمل الى اللقاء اشتركوا في القناة